اهلا بكم مجددا بدأ فريق الاستجابة الاولية في مدينة الرقاء العملاء على انتشال الجثث من مقبرة معسكر الطلاع الجماعية وذلك بعد الانتهاء من مقبرة الافخيخة جنوب غربي المدينة وفقا لبيانات الطب الشرعي في فريق الاستجابة فقد وصل عدد الجثث المستخرج من مقبرة الافخيخة الجماعية إلى حوالي 600 جثة في حين تقدر مصادر محلية استخراجة نحو 4500 جثة منذ خروج تنظيم الدولة حسب روايات المدينة المدينة تجعلنا عدامات بيدانية في هذا المكان وايضا ساقات الرجل والدون المدينة أيضا حسب روايات المدينة نأخذ ثلاث عائلين من المدينة مقبرة في هذا المكان نشتغل باستخراج الجثث من المقابرة الجماعية والمقابرة الفردية ومن الكتلة الإسمنتية ومن المباني والله أنا أول ما سمعت بالفريق يعني الواحد يدافع إنساني يجي يطالع أبناء بلده والنهاية يعني هذول المتوفين ميتين يعني إن كان هم عناصر دولة وإلا كان هم أبناء المدينة وإن شاء الله الله يكتب لنا الأجر ودعا نشتغل وسط هذه الظروف هذه الحر وبشتوية مضر إلني تغريبا نشتغل فوق السنة ونصف طبعا نحن اليوم افتحنا مقبرة جديدة هي رقم 14 من المقابر الجماعية في الكتلة الإسمنتية وفي أرياف الرقة بالنسبة للمقبرة فخيخة نحن أنهينا العمل فيها العدد الكلي من مقبرة فخيخة 632 جثة تم تسليم 46 جثة لذويهم نحن اليوم هذه المقبرة لها طابع غير المقابر الأخرى لأنها هي عبارة عن حفر الحفر يعتقد فيها أنها تحوي على أعداد كبيرة من صحفيين ومن مدنيين في محافظة الرقة اليوم احنا أول يوم عندنا جعل نفتح مقبرة جماعية هنا تنطلع الجثث منها مقبرة تابعة للمعسكرات طلعة هنا الشباب كل هاتوا العموال جاي طلعون الجثث أنا يكوني كمساعد طيوب شرعي لي معانا طيوب شرعي نأخذ عينات من هج جثثها نحط ضمن علو ونجهزها لتحليل نجهزها لتحليل دينيه لمناقشة هذا الموضوع معنا من الدوحة مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان السيد فضل عبدالغاني ومن غازي عمتاب أنا الكاتب والصحفي صبحي الدسوقي مساء الخير لكم جميعا سيد صبحي أبدأ معك بدأ عمليات انتشال جثث جديدة من نقبرة معسكر الطلاع في الرقة بعد الانتهاء من مقبرة ألف خيخة نسمع عن أرقام هائلة 600 جثة فقط من مقبرة ألف خيخة بداية الرحمة على روح الشهيد أيقونة الثورة السورية عبدالباصل ساروت وعلى جميع أرواح شهداء الثورة السورية وعلى أرواح المدنيين الأبرياء من مدينة الرقة كلنا يعلم وتابعنا أنه منذ أن أعلن التحالف الدولي معركته بما يسمى تحرير مدينة الرقة من داعش وأن هذا التحالف قد استوحش في تدميره لمدينة الرقة قام بتدمير أكثر من 80% من أبنية مدينة الرقة وقتل العديد من أهالها الأبرياء بعد أن كما يقال إنجلت غبار المعركة بدأ المدنيين يبحثون عن جثث قتلهم ثم بدأوا يستدلون على تلك الأماكن التي دفنت فيها هذه الجثث بعض المدنيين الذين دفنت جثثهم في باحات المدارس وفي الحدائق العامة قام الأهالي باستخراجها ولكن اكتشفوا لاحقا من خلال ما يسمى فرق الإسجابة السريعة الذي تشكل من قبل عدد من المدنيين أنهم بدأوا يستدلون على مقابر جماعية أحدثت داعش للمدنيين الذين عارضوا سياسة داعش في مدينة الرقة ثم قامت داعش لاحقا بتصفيتهم عشرات المقابر الجماعية المكتشفة من قبل الأهالي لجثث أهاليهم التي قامت داعش بدفنها وقد انبرت العديد من منظمات المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للمنادى بالكشف السريع وتجهيز أدوات الكشف الدقيقة لاكتشاف المزيد من المقابر لأن مدينة الرقة مرشحة لأن يكتشف المزيد من المقابر الجماعية في هذه المدينة البريئة المدمرة أنا أقول أن داعش قد أوجدت حالة تصفية في صفوف المدنيين قامت بوأد العديد من المدنيين بحجة محاربتهم كونهم علمانيين أو ديمقراطيين أو أنهم يتبعون إلى الجيش دعني أخذ رأي سيد فضل ولكن قبل ذلك دعني أن أعيد لكم هذا الخبر العجل الذي وردنا للتو ارتفاع وعدد ضحايا القصف اليوم على ريفي أدلبة وحماء إلى 27 شخصا من بينهم 11 طفلا سيد فضل مرحبا بك مجددا هل كل هؤلاء الذين تنتشر جثثهم اليوم من الرقة كلهم قضوا بنيران التحالف الدولي أم هم بنيران التحالف الدولي وبسيوف داعش أيضا أو تنظيم الدولة والذين أعدموا كثيرا مما عرضوا سياساتهم لا العملية أعقد من ذلك بكثير بالحقيقة مثل ما بنعرف نحن أول شيء قبل ما يسيطر تنظيم داعش على الرقة بقانون الثاني 2014 الرقة فيها مقبرتين كبار يعني هنا مقبرة تل البيعة بشمال شرق المدينة ومقبرة حطين اللي بتوقع جنب العيادات الشاملة صحيح صار في سقوط عدد كبير من الضحايا بعد معركة غضب الفرات اللي هي بلشت بشهر 11 2016 واستمرت لشهر 11 2017 نحن سجلنا حوالي 2400 شهيد بناتهم مدني بناتهم 540 طفل تقريبا و300 وتقريبا 40 امرأة بالغة هذا رقم كبير لهيك الأهالي هون بعدها تجهوا لإنشاء مقابر جماعية هاي المقابر اللي بالرقة الرقة تتوالى عليها سيطرات متعددة وبالتالي احتمال أنه يكون بهي المقابر عدد كبير من الأشخاص هلأ الحديث أنه هلأ الشغل عم يتم على المقابر هاي المنشأة حديثا وليس على المقبرتين الكبار اللي حكيت عليهم بالبدأة هلأ هدول المقابر المنشأة حديثا فيه 14 مقبرة نحن عددنا دراسة حول الموضوع تقريبا من قرابة شهرين وحددنا بالأقمار الصناعية وتحدثنا مع فريق الاستجابة وبالتالي فيه 14 مقبرة هو اللي صار بالحقيقة مو فريق يعني الأهالي هن اللي ضغطوا على القوات العسكرية المسيطرة قوات سوريا الديمقراطية لأنه صار فيه الأهالي دفنت بمعسكرات ودفنت بحدائق فصار فيه الجسس أيضا دفنت بطريقة يعني بدائية خلينا نحو الواد طريقة كتير تقليدية وليست طريقة احترافية نعم هنا نتيجة ضغط الأهالي تم إنشاء فريق الاستجابة المبكر إلا كانت القوة العسكرية آخر هم هذا الأمر بعد ما تم إنشاء هذا الفريق وهو عم يقوم بمجهود كبير بالحقيقة لكن فيه عدة نقاط أساسية مثل ما التقرير عرض على سبيل المثال أحد الأخوة اللي استجاب وقال أنه هي ناحية إنسانية صحيح ناحية إنسانية لكن هي عملية غاية في التعقيد وبحاجة إلى خبرات نحن طلعنا على التقارير اللي بيعد فريق الاستجابة المبكر وبالحقيقة هي تقارير يعني تخلو من الخبرات المطلوبة وتخلو من الخبراء في معهم طبيب أو طبيبين شرعيين فقط عم نتكلم عن كل هذا الكم الهائل من الجثث بحسب الطلاعك سيد فضل بحسب الطلاعك أيضا كيف يتم التعامل مع هذه الجثث خصوصا مجهولة الهوية يعني فقط 46 جثث تم تسليمها للأهالي في الفترة الأخيرة من بين 600 جثث من مقبرة الفخيخة لوحدها القسم الأعظم هو مجهول الهوية يعني الهدف من إخراج الجثث هو معرفة تحديد هويت من هدول يعني أنا بدي أعرف من هدول الأشخاص وبالتالي اللي عم يصير حقيقة هو عملية تدمير للأدلة الجنائية لأنه استخراج الجسس بطريقة عشوائية وبدون معدات تحفر وخبراء وأيضا تجميع المواد اللي وجدت مع الجسة وأيضا تحديد العظام وتجميع والشعر وما إلى ذلك وأيضا تصنيفها ووضع أرشيف لهذا الموضوع هذا الأمر غير موجود من خلال اطلاعنا ربما في الفترة الأخيرة تحسن قليلا لكن هو بحالة عجز حقيقية لهيك نحن بنطالب وأنا تحدثت يعني مع بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها أنه ما في خيار آخر إلا بدعم هذا الفريق صحية بتسيطر عليه قوة ديكتاتورية شمولية عسكرية مثل بقيت القوى العسكرية المسيطرة لكن نحن ما عندنا خيار آخر هذا الفريق المدني لابد من دعمه بخبراء ولابد من دعمه بمعدات يعني معدات الحفر أستاذ مؤمن الموجودة هي معدات حفر كتير بسيطة وأولية يعني نشاهدها الآن نشاهد بعض مقاطع الفيديو حين يقومون بامتشال الجثة على كل حال سيد صبحي أبرز المقابر التي تم اكتشافها حديثا أذكر منها الرشيد البانراما مفرق الجسرة والفخيخة معلوماتك كون أنت أبن هذه المنطقة عن هذه المناطق وإلى أي حد كانت الظروف مناسبة أن يدفن فيها هؤلاء يعني من الأهم قبل الحديث حول هذه النقطة وهذه التفاصيل أن أقول أن أمريكا التي أسهمت بتدمير مدينة الرقة وقتل مزيد من أهلها الأبرياء تنصلت عن مسؤولاتها الأخلاقية والإنسانية وتركت الأهالي هم من يبحثون عن جثث قتلاهم التي دفنوا بشكل عشوائي على امتداد مدينة الرقة أنا أقول خلال القصف العشوائي على مدينة الرقة وخلال تدمير مدينة الرقة كان الأهالي يستخرجون جثث القتلى ويقومون بدفنهم في أقرب مكان يكون قريب لهم في ساحة في باحة المدارس أو في الحدائق العامة لم يستطيعوا وحتى هذه اللحظة لا تزال هناك عشرات جثث تحت الأنقاذ موجودة في مدينة الرقة لذلك أقول أن أمريكا قد تنصلت من مسؤوليتها يعني لم تشكل فرق من أجل استخراج هؤلاء الجثث الذين لا يزالوا عالقين تحت حطام مبانيهم لذلك ولم تدعم فريق الاستجابة السريعة فريق الاستجابة السريعة تشكل من مجموعة من أهالي مدينة الرقة البسطاء هؤلاء الذين بدأوا بالبحث كل شخص بدأ يبحث عن جثة والده أو أخيه وانتشالها من أجل أخذها إلى المقبرة الكبيرة في حطين ودفنها هناك أنا أقول مثلا المقبرة التي قيمت في ثانوية الرشيد هناك سخرجت عشرات الجثث وهذه الجثث أغلبها لم يتم التعرف عليها يعني كانوا يطلبون من الأهالي القدوم إلى هذا المكان وكلهم يحاول الاستدلال على جثة أحد الأشخاص الذين ينتمي إليهم ولكن ليست هناك معرفة لهم بعد أن تفحمت الكثير من الجثث وبعد أن انتهت الكثير أيضا من الجثث وتحولت إلى مجرد عظام يعني فقد الأهالي إمكانية تحديد بالضبط أن هذه الجثث تعود إلى أخيهم أو إلى أبيهم أو إلى أمهم دعني أختم إذن كي نستفيد أكثر أيضا دعني أختم مع سيد فضل ما الذي يجب فعله اتجاه أو في سياق تحسين ظروف انتشال الجثث خصوصا الجثث المجهولة الهوية التي تنتشل من الرقة وما الذي يجب فعله فعلا لكشف من هو المتبرد بقتل كل هؤلاء هل هو تنظيم الدولة وحده أم هو التحالف الدولي الذي خرجت كثير من التقارير تدينه وتتهمه بأنه وراء مقتل كثير من المدنيين الأبرياء من خلال قصفه على مدينة الرقة أو قصفه عفوا الذين قتلوا هم قتلوا بسبب تنظيم داعش الذي أعدم قسم كبير ونحن لدينا حصيلة كبيرة تقريبا 8000 مقتفي قصريا بإداءة الشبك السوري الحق والإنسان عن تنظيم داعش أغلبهم في محافظة الرقة هذول مدال مصيرهم مجهول وأيضا قوات تحالف الدولي وأيضا قوات قصد لأن قوات قصد أيضا قامت بقصف مدفعي قصف هاون عنيف جدا على المدينة هي متورطة أيضا بعمليات القتل إذن ثلاث جهات وبالتالي أيضا كمان في هون نقطة مهمة هي ما بصير الأهالي أنه هن يحددوا أنه هي الجسة إلي ولا هي الجسة إلي القصة ما هيك يعني لهيك الأمور عم تتاخذ ببساطة وهذا رح يؤدي لنزاع كبير واقتتال أهلي الأمر ما متخز على محمل الجد ولهيك هذا اللي بتحمل المسؤولية الأساسية هو التحالف الدولي طبعا بشكل كبير وأيضا القوات المسيطرة لكن التحالف الدولي لازم يؤمر قوات المسيطرة لأنه هي اللي بتدعمها وهي اللي أنشأتها وهذا الموضوع غاية في الحساسية وأنا أثرته في نقاشي في الخارجية الأمريكية وبالبيت الأبيض وغيرها من المسؤولين وحتى أثرته أسيره أيضا مع المسؤولين الأوروبيين لأنه عدم تحديد هاي الجسة لأنه شو بصير وهذا النزاعات السابقة علمتنا يا الأهالي بده ترتاح يعني بمعنى أنه هو بده يقول أنه هذا ابني ومات ما بده هو يتم قلق بعدم الكشف هذا مية ابني لأنه الاختفاء القصري وهذا الدكتيك الذي تبعه النظام السوري الإبادي أنه هو بيخلي الناس مختفين قصريا وبالتالي بتم قلق مع تحديد المصير هو أخف من المختفي قصريا أنه تحدد مصيره خلاص بيعرف فيه بصير تعامل مع الورسة أو لا ولهيك بيصير فيه اقتال بالعائلة الواحدة أو بين الأصدقاء أنه خلاص هاي الجسة إلي هي القصة ما هيك لازم يكون فيه تحليل ولهيك أنا أشرت لموضوع الخبراء ولهيك أشرت لموضوع الدعم وأيضا لازم يكون فيه منظمات مختصة تقدم هذا الدعم أشكرك جزيل أشكر على هذا الشرح سيد فضل عبدالغني مدير الشبكة السورية لحقوق الانساء كنت معنا من الدوحة كما لا أنسى أن أشكر الكاتب والصحفي سبحي الدوسوق كان معنا من غازي عن تاب شكرا جزيلا لك مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة تابعونا على سيدية دوت تي في لكم من يوم فريق العمل أطيب طحية إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر